وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد وأنواع أهل العلم لما استقرأوا الكتاب العظيم وسنة المطهرة وشرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فنخص له من ذلك أن التوحيد الذي دعت إلى الغسل ونزات به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة وفي الإمكان أن تجعل واحدة وفي الإمكان أن تجعل نوعي على حسب تعريفها والتخصيص ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإضاح والبيان له وجهه وله بائدة فالأول توحيد الرومية الذي يقرر به المشتكون وهو توحيد الله بأفعاله وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ونبر أمورنا وصدف سؤونه على العالم وهذا هو توحيد الرومية يعني توحيد رب أفعاله سبحانه وتعالى وهذا قرر به الناس وقد ربه المشتكون ولكن لم ينفله في الإسلام ولكنه حجت من عليه حج على جميع الخلق فإن من عرض ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يأبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستقالته والصلاة له والزفح له والنهز له إلى غير ذلك كما قال سبحانه وما خلقت للجن والإسهل لا نعمدون وقال ربك أن لا تبدو إلا إياك فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين والخلاق والرزاق ومدبر الأمور وفالذي خلق كل شيء لا خالي غير فإنه وتعالى هذا العلم الذي يسمى توحيد الرومية هذا يوجب عليك أن تبده أحد ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولا إنسان فهم خلقه لا يقولون الله ولا إنسان فهم خلق السابق لا يقولون الله ويقول بي لرجوهم يستمر الأرض أمن يبنك السابق والرصار ويهجب الحي من الميت ويهجب ميت من الحي ويدبر الأمس يقولون الله سوف يعتره بهذه فقل أفلا تستقون فقل له أيها الرسول أفلا تستقون الله في الإخراس له وعدم الإخراق ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه خلاق وأنه موحي وميد وأنه المال في السمي وبصر وأنه الذي أنبت النبات وإجر المياه وأنزل الأمطار ما دونتم تعلمون ذلك فلماذا تشتفون به ولماذا تعتبر ما هو غيره هذا هلب للروبية وتنقص للهية وسؤوضا بالله وقص ربه سبحانه وتعالى فالواجب عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورهازقك ومدبر أمرك ونصره شؤونك الواجب عليك أن تعبده وحدك فلا تدوء إلا إياه ولا تستغيث إلا بس ولا تتوكر إلا عليه سبحانه ولا تندق اللالة ولا تذبح اللالة ولا تصلي إلا له ولا تصم إلا له إلى غير ثالث فالعباد حقه سبحانه وتعالى ولهذا قال عز وجل فاعبد الله وفرص له الدين ألا لله الدين الخالص فالسبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله ودسلعه الدين من أقا هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الشد بإقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم النوع الثاني توحيد العباد توحيد الله بأفعالنا توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصصه سبحانه بأفعاله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل الزبح والنذر والصلاة والصوم إلى رجال في أفعالنا علينا أن نصفها لله وأنك صلى الله بها وتقربنا إليه سائلين راجين متوكين على سبحانه وتعالى وهذا يسمى توحيد العباد إن توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا ويقال التوحيد الأولوهية ويقال التوحيد بقصد والطلب ما هو المقصود بالحق سبحانه وتعالى هو المقصود هو الذي يجب أن يخص بالعباد كما قال عز وجل وإله ملاه واحد لا إله إلا هو الرحمن والرحيم قال أسمعنا إياك نعبد وإياك نستعين قال أز وجل وقال ربك ألا تعبدوا إلا أيها قال أسمعنا وعبد الله ولا فهم شيئا قال أز وجل فاعبد الله محرصا له الدين ألا لله الدين الخاليس قال أسمعنا فاجع الله محرصي له الدين ونوكرها الكافرون هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية وهذا الذي بعث الله بالرسل ودعوا الناس إليه فمنهم من آمن به وخص لله العبادة هم الأقلون ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون كما قال عز وجل في آيات كذيرات عن أقوام الرسل أنه يقول أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق فقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال عز وجل إن في الآية وما كان أكثرهم مؤمنين قال سبحانه وإن تطع أكثر فردلك عن سبيل الله فأكثروا الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء الشيطان أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاؤهم وخيارهم فهؤلهم لعبدوا الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله لأن توحيد عبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله بأن يخص الله بالعباد فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل فاعلم أنه لا يخص الله بالعباد وأن يخص الله بالعباد وأن يخص الله بالعباد لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله لنفل وإثبات لا في وإثبات لا في العبادة ويقوله يعنى غير الله وإثبات غير الله وأن سبحانه وتعالى بالحق كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واشته لنبه فعلا جميع التقلين يخص الله بالعباد وأن يحذروا الإشراك به وقد وقع الأكثرون في الإخراك فعبدوا الأصنام والكواكب وعبدوا أصحاب القبور واستغهوا بهم وندروا لهم ونبحوا لهم وكل هذا شرك من الله عز وجل وإبات لغيره ومخالفة لقوله سبحانه فاعبدوا الله ولا تشتكوا بشيء ومخالفة لقوله سبحانه إياك نعبدوا وإياك نستعيد ومخالفة لقوله سبحانه وما أمر إلا لعبد الله مخدص يلاه بنا هناك وجب على جميع التقلين ينتبه لهذا الأمر ويعرف هذا النور وتوحد الله بأثعالنا تخصص الله بأثعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذن وغير هذا كله لله وحسن الله بأثعال فكما أنه خالقنا وراثقنا هو المسعر لأن نعبده وحسن الله بأثعال وهذا النوع هو الذي يكره بشكون قوم نوع وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون وهكذا بعدهم من الأنبياء وهكذا قريس والعرب أنكروا هذا لما دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى ترحيد الله قالوا أجعل الآله لله وحدة إنها لنسير مجاة وقالوا أين لتارف آل الآسان المجنون أنكروا هذا فلن يزل يدعوه من الله عشر سنين عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى ترحيد الله ومن جبه مشتك بالله ثم هاجر لبدين عليه الصلاة والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعاب كثير وجهاد في شميل الله عز وجل قبل الناس الحق وهدهم الله حق في هذه الجزيرة ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة خارجه للنزيرة وبعث وتوجه إلى تبوه لقتال الروم ودعوته من التوحيد وجهز جيكا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد من خارجه عن سبيله ثم استمروا الوصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر الرحمن وبعدهم في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة وجهاد من خالفه النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان مما ورد في الكتاب العزيز وبالسنة المطهرة الصيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب والصفات وتخصصه بلا كلا وعلم ويقال هذا النوع توحيد من أسماء والصفات وطريق أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان طريقهم ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الوالد في الكتاب العزيز وبالسنة الصعيحة مطهرة شكرا 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 فكل ما ورده القرآن العظيم لأسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز والعكيم والعليم والقدير والرعوخ والسميع والبصير وإذ هذا كلها يجب إفاتها لله وأنها أسماء الحسنة يجب إفاتها للأسفانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الأسماء وللله الأسفان وهكذا نزوله أخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى وهكذا يحز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويظل من يشاء ويرحم من يشاء كل هذه من صبات سبحانه وتعالى يجب إثبات هذه الله وحده عن الوجه اللي يتبع لها سبحانه وتعالى من غير مشابه لخوف كما قال عز وجل ليس كبه له شيء والسميع المصير قال سبحانه ولم يكن له كفاً أحد فلا تضرب لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأبعاله المسعق والعبادة المدبر لأحوال عبادة كما يشاء سبحانه وتعالى هذه أنواع التفهيد الثلاثة لك أن تفيدها في عبارة فتقول إن الله سبحانه هو الواحد المسعق والعبادة من العباد وهو مدبر أمورهم وهو ذو أسماء الحزة وصفات الثلاثة فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المسعق لا يعبد الكامل لأسمائه وصفاته وذاته وأفعاله هذه تشمل أنواع التفهيد الثلاثة هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد هو سبحانه المسعق لا يعبد من كل ما سواه هو سبحانه الموصول بالصبات العلاء وبالأسماء الحسنى لا شبيه لك ولا كف ولك ولا من جاء أسماءه والعبادة كما قال عز وجل قلهم الله أحد الله الصمد لم يدد ولم يغلد ولم يقول له كونه قال عز وجل ليس كمه لي شيء منه السبيل الرصيب فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هل تعلمونه سميا إلى غددان في الآيات الدالة على أنه سبحانه الموصول كامل في كل شيء كامل في فاته كامل في علمه كامل في قدرته كامل في طحمته للعباد كامل في علومه فوق جمع خلقه فوق العرص فوق جمع الخلق فهو العلوس قاله وتعالى قد استوى العرص استوى يريق بجلاله عظمت لا يشابه خلق في شيء من ذلك ومع ذلك حلمه بكل مكان يعلم كل شيء ولا تبع لغاية سبحانه وتعالى وهكذا بقيه في السبات والأسماء التي جاءت في كتاب العظيم والسنة المطهرة يجب إثباتها لله وأنها حق على الوجه اللي قبل الله سبحانه وتعالى ما يريد تعريف ولا تعقيد ولا تكليم ولا تنزيل هذا هو اللي جاءت بالرصب وهذا هو اعتقاد روحا عليه الصلاة والسلام وهو اعتقاد مبينا محمد عليه الصلاة والسلام وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو اعتقاد روحا عليه الصلاة والسلام وهو اعتقاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته محمد عليه الصلاة والسلام وهو اعتقاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 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 وهو الكامل فيها من يميع الوجوه وصفات العباد لهم علم النخل قاصر قطرته قاصر وهكذا بقيت صفات محروف اما علم ربه وصفاته فلها الكمال المطلق لا يأتي بهذا قصد وجه من الوجوه فعلمه لا يحده حاد ولا فعليه سبحانه وتعالى وهكذا قدرته شاملة لكل شيء وهكذا سمعه يسمع كل شيء هكذا بصره يرى كل شيء وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويظن من يشاء له التطر المطلق لعباده على وجه الحكمة سبحانه وتعالى لا على وجه العبد والجهن فلعن حكمة وعلم إن ربك حكيم العليم إن الله كان عليما حكيم فهو يصر في عباده عن حكمة وعلم وآيات محمودة علمها من علمها وجهلها من جهلها فالوطية تقوى الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بهذه الأنماع الثلاث ترحيد الرومية ترحيد الإلهية ترحيد أسماء والصفات وبيان أن ذلك حق الله وحده ليس لعنى غيره فيه شيء فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف شهور العباد وحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شرك له فيه هو الإله الحق قال لي لا تجل العبادة غيره أبدا لا لقوم أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا لأنبياء ولا غيره فالعباد حق الله وحده سبحانه وتعالى وإذا أخذ منه هو واحد لا إله إلا الله ورحمة الله ورحمة الله وما أوله إذا جابوا من الله مخلصين لا هدنا فالعبادة مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل في أسماءه وصفاته وأرحانه لا شديه للجن ولا للجن وله وله سبحانه وتعالى فله فله كمال مطلق من كل وجوه سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه بأسماء رسل وصفاته أي وفقنا وإياكم من العلم النافع والأمل الصالح ويرزقنا وإياكم الاستقامة على عيب على دين ولا عبارة وحده والإخلاص له سبحانه وترخل يخاله أمره عز وجل كما أسأل سبحانه يسح قلوبنا وإنهانا وأن يهجأ صراطه مستقيم وأن يسح جميعه في كل مكان وأن يولي عليه خيارهم ويسح قادتهم وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه إنه جل وعلا جواد الكريم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه